فوق لعنة خسارة الأرواح تسجل خسائر الوقت والمال التي تصنعها ازدحامات المرور في العراق عموماً وبغداد على وجه الخصوص تسجل أرقاماً قياسية حيث أن الاختناقات المرورية في بغداد تتسبب في هدر مليار دولار سنوياً من أموال المواطنين وما يقدر بخمسمائة مليون دولار تصرف سنوياً على أعطال السيارات الناتجة عن الازدحامات بحسب الخراءة المصممة منذ ما قبل 2003 لم يتم بحسب أهل الاختصاص المروري استحداث شوارع جديدة ومع الزيادة السكانية فإن عدد المركبات بحسب وزارة التخطيط في تقريرها الصادر عام 2021 وصل إلى أكثر من سبعة ملايين مركبة مرجحة أن يصل العدد إلى خمسة عشر مليون مركبة بحلول 2035 فيما تقول مدرية المرور أن أكثر من ثلاثة ملايين مركبة تتجول في العاصمة وحدها في الحالتين تؤكد وزارة التخطيط أن اكتظاظ السيارات يتسبب بسقوط نحو ثلاثة ألاف ضحية وأكثر من أحد عشر ألف إصابة الحكومة أعلنت عن حزمة أولى ضمن مشروع قالت أنه لفك الاختناقات المرورية في بغداد تشمل الحزمة الأولى ستة عشر مشروعا متعلقا بتطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات منها البنك المركزي الجديد وشارع زوها حديد وساحات في الرصافة والكرخ ومناطق عدة الحكومات المتعاقبة عجزت منذ عام 2003 عن وضع خطة الناجحة لتخفيف الزحام المروري القائم في أنحاء البلاد والذي يتفاقم في وسط العاصمة بغداد وخصوصا في جانبي الكرخ والرصافة كما أنها لا تضع قيودا للسيطرة على زيادة استيراد المركبات إذ لا يخلو بيت عراقي تقريبا من مركبة أو مركبتين على الأقل